ماذا تفعل إذا استوقفتك الشرطة؟ إذا أرادت الشرطة إيقافك أثناء القيادة، فسوف يقومون بتشغيل الأضواء الزرقاء والحمراء الوامدة على سيارة الشرطة الخاصة بهم، ويمكنهم أيضاً تشغيل سفارات الإنذار. إذا رأيت أضواء الشرطة أو سمحت سفارة الإنذار، فيجب عليك إيقاف السيارة في مكان آمن في أسرع وقت ممكن. إذا لم تتمكن من التوقف بسرعة، فيجب عليك إظهار أنك تخطط للتوقف عن طريق تشغيل إشارة الإنعطاف للجانب أو أضواء الخطر. لا تخرج من السيارة إلا إذا طلب منك ذلك، فهذا مهم جداً. لا تهرب من ضابط الشرطة حتى لو كنت خائفاً أو لا تفهم سبب إيقافك. بعد إيقاف السيارة، اطفئ المحرك واشعل الضوء الداخلي في السيارتك إذا كان الظلام بالخارج. وافتح نافذتك بالكامل، وضع يديك بشكل مريح على رجلك أو على عجلة القيادة، حيث يمكن لضابط الشرطة رأياتهم بسهولة. يشترط القانون على الشرطة توفير مترجم فوري لأي شخص يحتاج إليه، سواء شخصياً أو عبر الهاتف. إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فقل Arabic Interpreter إلى الضابط. ليس من المفترض أن تتصل شرطة فورمانت بسلطات الهجرة للحصول على مساعدة في الترجمة الشفوية. من المهم أن توضح دائماً للشرطة أنك لا تحمل سلاحاً أو لا تحاول الحصول على واحد. إذا كنت في مقعد الراكب، ضع يديك على لوحة القيادة أو على حجرك، واحتفظ بهما حيث يمكن للشرطة رأياتهم بسهولة. تجنب أي حراجات مفاجئة، خاصة نحو الأرض أو المقعد الخلفي أو جانب الركاب في السيارة. إذا كنت بحاجة للحصول على شيء ما من تلك المناطق، اخبر ضابط الشرطة عن السبب وما الذي تحتاج إلى الحصول عليه من هذه المنطقة قبل محاولة الوصول إليها. لا تدخل في جدال مع ضابط الشرطة، حاول أن تظل هادئاً وأن تكون مهذباً. يحق لكل من الصائقين والركاب عدم التحدث إلى الشرطة، ومع ذلك، إذا كنت أنت الصائق في فرمانت، إذا طلبت الشرطة اسمك وتاريخ ميلادك، فيجب عليك إعطاءهما لهم. إذا كنت أنت الراكب، فما عليك سوى ذكر اسمك، إذا اشتبهت الشرطة في تورتك في أي نشاط إجرامي، لا يطلب من الركاب إبراز بطاقة الهوية. إذا كنت أنت الصائق، سيطلب منك أيضاً تقديم عنوانك وتسجيل السيارة وتأمين السيارة، وتحديد ما إذا كنت في الخدمة الفعلية بالجيش الأمريكي أم لا. ليس مطلوباً منك الإجابة على أي أسئلة أخرى. ليس عليك الإجابة على أي أسئلة حول مكان ولادتك، أو ما إذا كنت مواطن أمريكي أم لا، أو كيف دخلت للولايات المتحدة الأمريكية. ليس عليك الموافقة على تفتيش سيارتك، أو جسمك، أو ممتلكاتك. ليس من القانون للشرطة أن تعتقلك لرفضك الموافقة على التفتيش. إذا كنت لا توافق على التفتيش، وتعتقد الشرطة أن هناك سبباً قانونياً لتفتيش سيارتك، فقد تأخذ الشرطة سيارتك وتقدم طلباً للحصول على مذكرة التفتيش. مذكرة التفتيش هي أمر من القاضي يمنحهم الإذن بإجراء التفتيش. يمكن للقاضي إما الموافقة على طلب الشرطة للحصول على أمر التفتيش أو رفضه. إذا قلت الشرطة أن لديهم مذكرة التفتيش لممتلكاتك أو سيارتك، فاطلب رؤيتها. يتعين على الشرطة تقديم نسخة من أمر التفتيش الذي يوافق عليه القاضي. إذا كنت مشتبهاً بالقيادة تحت تأثير الكحول، فسوف تطلب منك الشرطة إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان لديك الكثير من الكحول في دمك، بحيث لا يمكنك القيادة بأمان وبشكل قانوني. إذا رفضت إجراء الاختبار، فقد يتم القبض عليك ونقلك إلى مركز الشرطة، وقد يتم تعليق أو وقف رخصة قيادتك. مما يعني أنه لن يسمح لك بالقيادة بعد الآن. إذا تم القبض عليك، فمن حقك أن تعرف السبب. إذا تم القبض عليك ونقلك إلى مركز الشرطة، فاطلب مترجماً فورياً. إذا لم يتم توفيره بعد. حتى لو كنت تتحدث بعد الإنجليزية. لنفترض أنك ترغب في الالتزام الصمت وطلب محامي على الفور. لا تقول أي شيء، أو توقع أي شيء، أو تتخذ أي قرارات دون رأي المحامي. إذا اتصلت بمحامي من مركز الشرطة، فلن تتمكن الشرطة من الاستماع إلى المكالمة. يمكنهم في كثير من الأحيان الاستماع إلى المكالمات التي تجريها مع أي شخص آخر. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر